عزيزي الطالب أظهرنا لك نوعا أو جانبا من العلاقات بين أنواع التوحيد ووقفنا على مفهوم توحيد الربوبية ويلزمنا الآن أن ننتقل إلى إظهار الأدلة على هذا النوع من التوحيد وأدلة توحيد الربوبية أكثر من أن تحصى إن الكون كله دلالة على أن له رب قد تولى أمره ورعايته فالأدلة على توحيد الربوبية إنما هي تبدأ بالفطرة دلالة الفطرة ومعرفة الحق تبارك وتعالى فالإنسان مفطور على معرفة الله وذلك بالنظر إلى آيات الله الشرعية والكونية الآيات الشرعية أي الدالة عليها في الكتاب والسنة والآيات الكونية كما قلنا سلفا إنها دلالة أو إنها إشارة إلى كون الله المرئي وهذه الأدلة الشرعية والكونية يدرك الإنسان بها أن لهذا الكون ربا ومليكا يتولى أمره أما أول هذه الأدلة فهو دليل الفطرة وأيضا دلالة الآفاق الفطرة البشرية والآفاق أي النظر في الكون والدلالة الخبرية للنصوص الشرعية أي العودة إلى الكتاب والسنة وكذلك الدلالة العقلية للنصوص الشرعية أي إشارة إلى أن هذه النصوص القرآنية والشرعية التي جاءت على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم لها مردود عقلي ويستنبط منها بالعقل الدلالة على وجود رب هذا الكون ومليكا كذلك دلالة الفطرة ما معناها؟ معنى الفطرة أن النفوس البشرية قد فطرها الحق تبارك وتعالى على معرفة ربها ومدبر أمرها ومسير شؤونها لعلمها في قرارتها بافتقارها إليه واحتياجها إليه يقول تبارك وتعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون وهنا العبد مفطور على معرفة ربه من غير استدلال بكونه خلق ومن غير استدلال بكونه تبارك وتعالى قد خلق هذا الكون بالفطرة يدرك الإنسان ربه فيجد الإنسان في هذه الخلقة وهذه الفطرة التي فطره الله عز وجل عليها الدلالة على وجود خالقه الفطرة قال عنها حبيبنا السلام ما من مولود إلا ويولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه كما تلد البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء ثم تلأ أبو هريرة لله عن هذه الآية الكريمة فأقم وجهك للدين حنيفا أيضا من الدلالة على وجود الحق تبارك وتعالى وأنه الرب الخالق لهذا الكون دلالة الآفاق الآفاق سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أي أن الله عز وجل هو الحق الفاطر لكل ما في الكون فمن تأمل في آيات الله الكونية وما تحويه من انتظام وإبداع يعلم أن من وراء هذا الخلق المنتظم والمبدع بإبداع الله عز وجل له ما هو إلا صادر عن رب قادر حكيم خبير وهو دليل على كمال موجده يقول تبارك وتعالى وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون أي انظروا إلى ما في الكون من آيات الخلق وانظروا إلى ما بين جوانحكم من إبداع الله عز وجل في الأنفس ترجمة نانسي قنقر